طيب خلينا نتوجه بالتحية والتهنئة للأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي لحصوله على درجة الماجستير في إدارة الأعمال والحقيقة للأستاذ العمري فاروق والمهندس خالد مرتجي لتنين عملين سنائي دقوب جدا في العمل اليومي في النادي في فترة مهمة سفر الكابتن الخطيب للخارج سفر عدد من أعضاء المجلس أيضا لترقص بعيسات خارجية لكن دولاب العمل الاستراتيجي في النادي بيعمل بكل همة وتركيز وإنه يجي الأستاذ العمري فاروق ياخد ماجستير في ظل هذه الانشغالة ده مجهود كبير لا مجهود وإنه ما فيش وقت للتعلم والسعي إلى مزيد من المعرفة والتطوير يعني رجل وصل إنه بقى وزير ولكن حريص إنه يعمل الماجستير وحيكمل عشان الدكتوراه هذا الشغف وهذا الولع بالتطور يليق بأبناء النادي الأهلي يليق بقياداته بنبريكله وبنقول للناس كلها والمجلس فينا مازل كتير من هذا النوع مزيد من العلم والتطوير آه حتى على مستوى رجال الأعمال من أهم رجال الأعمال شبابنا اللي في المجلس الحقيقة عناصر مهمة جدا وكوادر مهمة جدا تقدم مش بس في نادي الأهلي ده بيقدمه لمصر صحيح منهم أعضاء في مجلس الشعب ومنهم رجال أعمال نابهين صحيح النادي الأهلي يكون في أفضل مكانة حنقعد نختلف في الرؤى ولكن في النهاية في حد عنده القرار ندعمه هذا الحد اللي عنده القرار بس الباحث العمري فاروق آه يعني اللعطة دي ممكن تقول إيه أحفاده لكن هو يعني بيدي مثل الحقيقة رائع جدا لا يعني الغبا في التعلم والتطور وهو رجل أولا عنده دار الناشر قوية صحيح عنده مدارس من أهم المدارس يعني إذن هو رجل معني بالعلم والثقافة ولكن بيطبع على نفسه هو ده الولع وهي ده القيمة